اشتركوا في القناة تكمن تفاصيلها في ان الطفل الصغير دعا والدته لتناول الغداء في مطعم بيتزا اكس بريس في توركاي البريطانية وبعد تناول الطعام سحب قجة تحوي مجموعة من البنسات من جيبه لدفع ثمن الوجبة ما اثار عطف الموظفين في المطعم الذين وجدوا هذه اللفتة جميلة فقدموا للام وابنها وجبتهما مجانا ايما والدة الطفل تشاركت خطوته في مواقع التواصل الاجتماعي قائلة كل المحلات التجارية خصصت احتفالا مناسبا لعيد الحب في حين كنت اشعر بالحزن سرا الى ان قام طفلي الصغير البالغ من العمر اربع سنوات بخطوة جميلة ترعرع ابني على التفكير بالاخرين والاهتمام والمشاركة وتقدير الهدايا المعنوية وبعد جولتنا داخل محل البقالة طلب مني ابني اغلاق عيني التي ابقيتها مفتوحة جزئيا لرؤية ما كان يحصل وتبين انه اختار لي بطاقة لعيد الحب ودمية على شكل دب صغير في كيس هدية اغرورقت عيني بالدمع خلال استمرارنا بالتسوق وتابعت من ثم طلب مني ان اخذه الى مطعم بيتزا اكسبريس لتناول وجبة خاصة محضرا قجة له مليئة بالبنسات وبعد حصولنا على وجبة لذيذة من ثلاث اطباق طلبنا الفاتورة فوجدنا ان نادلة بدأت بالبكاء متأثرة بموعد عشائنا الخاص كانت هي تذرف الدموع وانا كذلك فقدمت لنا الوجبة مجانا كهدية من بيتزا اكسبريس جراء ما قام به ابني البالغ من العمر اربع سنوات